اشتركوا في القناة 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 اليدوي ونبدأ كنفتت في الطروفات المطيشة حتى يبقى ان هذه المطيشة كلها تتحقات وليس كلها طروفة صغارين من بعد ما فتت هذه المطيشة كلها كيف تشوفو رجعت الطروفة صغارين دبا غدا نضيف عليها باقي المقادير اللي هي السكاة ساندة كما قلت لكم باش تهرس الحمودة المطيشة او طماطم اضفت كذلك توابل الفلفل الاسود مع الملحة غدا نضيف مركز طماطم او لمطيشة الحك ثلاثة المعاق يكونوا عامرين وغدا نضيف المناسمات اللي هي الريحان او للحبق كما قلت لكم بامكانكم تستغنوا عليه الى ما سوفرش عندكم ولكن راه كيعطي مدق رائع لهذه السلصة وغدا نستعمل تقريبا ملعقة صغيرة ديالة الزعتر الريحان او للحبق بامكانكم تستغنوا عليه ولكن الزعتر راه مكون او لمناسم اساسي فهذه السلصة ما نقدروش نستغنوا عليه دفت كذلك حتى الزبدة وغدا نخلط المكونات كلهما بعديتهم حتى كدو بالزبدة وسط هذه كما تيشى وغدا نرعاود نغطي على التنجرة ونخليها كما قلت لكم على نار تكون مهيلة فكما شتوا ما درتش لما في السلصة فباش ما تتحرقش لنا كما قلت لكم من قبل غدا نصد على التنجرة ونخليها على نار تكون مهيلة واحد المدة اديل ربع ساعة حتى تلت ولو تساعة صافي وغدا تكون السلصة وجداد وكيكون هذا هو الشكل النهائي للسلصة اللي حدرت معكم اليوم كيف ما شفتوا بخطوات اللي هي بسيطة وبمقادر اللي متواجدة عندنا في الدار حدرنا السلصة كتشبه تماما اللي كتبع في المحلات او احسن كما قلت لكم من قبل هناك كيف كتشوفوا السلصة كيبانوا بقن فيها طريفات صغورين انتو ميلاك انتو مكتفضلوش ما تيشا تبقى بينا فبامكانكم من بعد ما توجد انكم تحنوها وتحتفضوا بها في تلاجة تدروها في قريعات وتحتفضوا بها في تلاجة هاد السلصة هادي متعددة لاستعمال تستعملوها في البيتزا تستعملوها في الباستا بجميع الانواع ديالها وغدا نوضفها معكم اكيد في اطباق على قناة وصفات ام ادم وغدا ان شاء الله وبحول الله غدا نبارتجي معكم وصفة ديالة البيتزا الايطالية الاصلية يعني بالمقادير ديالها الاصلية وغدا نستعمل فيها هاد السلصة هادي اللي كتجي رائعة انا اكيدة انكم اللي جربتها غدا تولي معتمدة عندكم وغدا تغنيكم الى السلصة ديال المحلات شكرا لكم بزا فعل المتابعة وما تنساوش الاعجبكم الفيديو انكم توصلوه الاكبر عدد من اللايكات وبالنسبة الناس لكي يزوروا قناتي الاول مرة ما تنساوش تشتركو وتفعلو الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد نطلق بكم في فيديو جديد مع سلامة